أهلاً 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 الشهر العقاري في خدمتك أولله الشهر العقاري في خدمة المواطن النهاردة أصدر المركز الإعلامي المجلس الوزراء تقرير تضمن يعني إنفو جراف مهم جداً بيوضح لك الضمانات والمميزات والإجراءات علشان تسجل الوحدة بتاعت حضرتك في الشهر العقاري تبقى للشكل الجديد لتقديم الخدمة والقانون الجديد كل اللي أقدر أقوله لك هناك طفرة هتبسطك تعالوا نشوفها مع بعض ونشوف المركز الإعلامي المجلس الوزراء مقدم لنا إيه أو بيشرح لنا إزاي آدي أول صفحة هم ست صفحات مش هطول عليك ولا أقول طول المرة دي أنا قاعد ليه ما أبقاش فيها سياة صحة أفضل واقف كتير بصراحة ما أجذبش أحليك يعني مش أعد تناكى والله ده أنا غلبان جداً المهم ضمانات ومميزات متعددة في قانون الشهر العقاري الجديد وطفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين طيب بيجي المواطن هيسألني يقولي أنا عايز التسهيلات خش في المفيد أقولك طيب تعالوا نشوف التسهيلات إحنا اعتباراً من يوم السبت سبع مايو عشرين اتنين وعشرين بدأ تطبيق القانون الجديد طيب الحيازة أصبحت حالة واقعية معتمدة ده ما كانش موجود زمان فأصبحت طريقة جديدة للتسجيل وكان زمان يجي يقولك أنا عايز توضح لي اشترات كده تسلسل الملكية العقار ده كان عند مين وقبله كان فين وقبله كان فين فلا يا سيدي الطريقة الجديدة للتسجيل هي الحيازة الحالة الواقعية عدم اشترات لتسلسل الملكية وبالمناسبة مش بالضرورة علشان تسجل تكون دفعة الضريبة العقارية الضريبة التصرفات العقارية شيء تصرفات عقارية تحديداً اللي هو لما فلان الفلاني مثلاً بيروح باع الشقة بتاعته وعلان العلاني راح اشتراها في الحالة دي في حاجة اسمها ضريبة التصرفات العقارية بتبقى نسبة بتتحسب على سعر البيع فقال لك والله سددتها ولا لسه مش موضوعي عايز تسجل أهلاً وسهلاً طيب يتوجه المواطن للشهر العقاري علشان بقى يسجل شقةه يسجل عقاره يسجل الأرض اللي بيمتلكها في حالات ايه هي عندك عقد ابتدائي ويكون مرة على حيازتك لهذا العقار هو شقة هو عقار هو أرض يعني اياً كخمس سنين وتثبت ده بإيصال المرافق مية كهربا تليفون غاز أول عنوان اللي في البطاقة ما انت ممكن يبقى العلم بتاعك في الرقم القومي على المكان ده ميفول طيب وضعت يدك على هذا العقار في شعر دي ابتدائه لكن مر على وضع اليد ده خمستاشر سنة بس بشرط تبقى خمستاشر سنة مثبتة مثبتة بإيه عم يوسف مثبتة بالإصالات بتاعة المرافق اللي أنا لسه إلهي لك كهربا مية غاز تليفون إلخ 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 طيب الإجراءات كانت زمان طويلة نوعياً أصبحت الإجراءات كلها مختزلة مختصرة هي في مرحلة واحدة في المأمورية المختصة يعني بدل التلات مراحل بتوع الزمان اللي هي مرحلة صد صلح شرعقار يتم إشهار التصرف أو رفضه خلال المدة كلها على بعضها 37 يوم من تاريخ ورود الطلب طيب التسجيل هيبقى غالي لا التسجيل مش هيبقى غالي الحد الأقصى لرسوم التسجيل بتاع العقارات والشؤق 3900 جنيه ماشي الكلام؟ طيب بص بقى على إيه؟ على القانون بتاع مستدادات التسجيل البيانات تدلع على شخصية كل طرف صفتك إيه سلطتك على العقار ده طيب يستسنى من ده اللي صادر بشأنهم أحكام نهائية المطلوب شهرها دي قصة تجد طيب خريطة رسمية رقمية بيبين فيها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر فيه البيانات دي سهلة طيب السند القانوني اللي هو العقد اللي احنا قلنا ممكن يبقى العقد الابتدائي مفيش مشكلة خالص إصالات المرافق طيب إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل إن وجدت تعال نشوف اللي بعده ده هنا بقى هتلاقي القانون واللايحة التنفيذية كله أمو قللكش مركز اللي معنا شغل حلو جدا طيب سمحت التعديلات بتاعت اللايحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري بإمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشؤق في الشهر العقاري بشكل إلكتروني مسيليها طريقة طيب تعال ناخدها واحدة واحدة حضرتك مقدم الطلب بتخش بتسجل البيانات والمستندات المرفقة بالطلب المبينة على النموذج اللي موجود في الأبليكيشن موجود في التطبيق الإلكتروني وبعدين لما بتروح بعد كده بتقدم الأصول يعني حضرتك بتهملى كل حاجة ولما هتروح هتقدم الأصل طيب بتعمل إقرار حضرتك مقدم الطلب عشان عاوز تسجل بتقول يا جماعة كل البيانات اللي أنا كاتبها دي سليمة ماشي طيب وموافقتك على كل الشروط والأحكام المتعلقة بمسألة التقديم في الموقع الإلكتروني خلاص أوكي طيب عملنا بعد كده سيف حفظ يظهر بقى الطبيق يروح عاملك إيه رسالة كده طلع لك رسالة ويقولك أصبح فيه عندك هذا الرقم اللي هو إيه تعرف رقم يقولك ويا يا رد رقم صادر كلام من فبيطلع لك الرقم بتاع الوارد والساعة والتاريخ أول ما بتعمل سيف طبعا حضرتك لازم تحتفظ بالرقم ده يعمله بقى سكرينشوت لازم يبقى معاك الرقم لازم يعني لازم ماشي خلصنا بقى الحفظ وطلع لنا الرقم وميت فل واربعتاشر بيحصل إيه بيحصل إنه يتم إرسال الطلب والمرفقاته دي اللي انت بقى مش شايفه بيتم بعته فورا كده إلكترونيا ليه سيدي الفاضل الموظف المختص في المأمورية يبدأ هو يفحص ويراجع الطلب كويس جدا طيب فحص وراجع اللي هو الاستفاق الشكلي هو فحص كده وراجع وتميم التمام واتضح للمأمورية مثلا وجود طلب سابق عليه حد قبلك عمل طلب زي ده بتحصل أحيانا طيب بنعمل إيه يجي لك اختار على طول برسالة على الموبايل بتاع حضرتك اللي انت مسجله بيقولك خد بالك في رقم تم تسجيله قبل الطلب بتاعك كويس وعليه هيتم إرجاء القرار هنأجل القرار لحد ما نعمل فحص نهائي في الطلب اللي قابلك نتأكد نعرف مين فينا اللي ملخبط الدنيا أنا ولا الشخص اللي قابليه ما ممكن يكون شخص قابليه ده مش قاصب مش قولك بقى فيها نية وحش مش قاصب اتلخبط في شيء كتب رقم غلط حط حاجة مش مزبوط ايا كان طيب بيقولك أنا هبحث الطلب اللي قابلك الأول اتأكد واشوف اللي بيحصل واخد بالك بقى من حتى دي بيتم احتساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي يعني كل ده برضه في قطار السبعة وتلاتين يوم يعني هي مش هتطول مش عشان بنفحص طلب قابليك متعلق بنفس ذات العقار يبقى المدة طولت لا 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 خالص مفيش دوخين يا لمونة هو احنا برضه في السبعة وتلاتين يوم طيب حفاظنا اللي حقوق الملكية العقرية نص القانون على ايه بقى كل من قدم محررا عرفيا مزورا لا قدر الله طبعا بقصد شهر محرر او وقعه تبقى لأحكام هذا القانون يعني الشيطان بيوزوا هيعاقب بالحبس قد ايه مدة لا تقل عن سنة لا تقل دا الحد الادنى لا تقل عن سنة طيب وبغرامة مش هتتجاوز الخمسين الف جنيه و مش او اخب بالك من دي والله يشغل المجلس دا فادنا مش او و يعني الحبس والغرامة وجوبي فوالنبي ما خلدوش الشيطان يوزكوا على حاجة طيب الناس كلها حلوة زال فل تعال ناخد اللي بعدها طهن مرة ثلاثة عجب مننا الموضوع دا جدا اولا اتعارف ان كنت بتكلم انا و والدتي في هذا الموضوع تحديدا بجد يعني مش صغير لسه مفيش احنا احنا قد نتكلم انت فيه ده اماما اظن اول امبارح ولا اول امبارح اول امبارح ولا اول اول اي اول امبارح ولا اول امبارح دي انت عندك خمسة وتلاتين خدمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق تم اطلاقها عبر بوابة مصر الرقمية منهم تسعة وعشرين خدمة توثيق ابرزها بقى توكيل عام قضايا وتوكيل عام رسمي واقرار تصحيح محرر موثق وعندك ست خدمات تانين بتوع الشهر العقاري اللي هو بقى مثلا على سبيل المثال وعلى الحصر استخراج صورة من عقد مشهر استخراج الشهادة العقارية طيب فيه تطبيق لطيف جدا بتاع التوكيلات اسمه ارغب في عمل توكيل الهواتف الزكية بنظاميها بتشتغل من الكلام ده بالمناسبة من يوليو وعشرين عشرين عشان تبعارف يعني بس برضو عشان تبقى اللي معرفش قدينة بنعرفه في السابعة وعشرين محافظة ده طبيعة الحال بما انه تطبيق الكتروني على الانترنت يعني ايوة على الانترنت يعني وبالتالي نقدر هنا بقى كمان بنعمل ايه بنعرف الدور يعني انت بتشوف انت في قدامك قد ايه علشان في حاجات هتضطر تاخد بعضك بعد ما انت عملت كل شيء لو التوكيل لازم هتروح الشهر العقاري علشان تستلم بقى التوكيل ده ويتختم كده ويبقى ميت فول واربعتاشر ورسمي وميت فول في ايديك فانا عايز اعرف هروح الساعة كام انا مش عايز اروح بقى افضل اعيدلي ساعة واثنين وثلاثة خالص فهتروح هتعرف عدد الادوار بتاعتك كله عن طريق التطبيق هتعرف الادوار اللي قابلك انت دورك رقم كام تقريبا داخل على الساعة كام توصل باذن الله دقائق معدودات دقائق كويس دقائق دي يعني تشمل لحد مثلا نقول تسعة وخمسين دقيقة بس هي قال لي من كده صدقني يعني وعلشان تقدر تاخد الورق بتاعك طيب في عندنا سبعتاشر خدمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق تم اطلاقها عبر الموقع الالكتروني المساعدة الشهر العقاري من ابرزها استخراج صورة العقد المشهر استخراج الشهادة العقارية خدمات طلب بيع شهر العقاري ماشي طيب وعندنا ترجمة عقد الجواز واشهاد طلاق لقدر الله باللغتين الانجليزية والفرنسية ويمكن للمواطن شايف انت الحتة الصورة بتاعت العمل زي الختمة دي يمكن للمواطن سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الالكتروني زي طبعا بطاقات الخصم او بطاقات يعني الماء الدائن والمدين دابتو كرادت اللي بعده اربعة طيب تعالا كده نكمل احنا عندنا 60% و3% نسبة زيادة لمكاتب وفروع التوثيق زمان في 2014 كانت 360 مكتب وفرع توثيق دلوقتي بقى 577 مكتب وفرع توثيق بالتأكيد معمولين علشان خطر حضرتك بالتأكيد معمولين علشان يسهل ويسر على حضرتك عندنا 354 فرع توثيق مميكان مميكان بس هنا في الشهر العقاري بقى تم ميكانتها على مستوى الجمهورية منها 283 فرع توثيق تم استحداث فيهم نظام الشباك الواحد وطبعا الطريقة دي بتخفض من زمن المعاملة يعني بتقللك الوقت جدا عندنا بقى حاجة اسمها حقيبة التوثيق المتنقلة دي انا عجباني جدا بصة سيدي دي عبارة عن حقيبة مجهزة بأحدث المعدات التقنية وكأنها شهر عقاري متنقل ده الشهر العقاري المحمول يجي الموثق بيستخدمها أثناء الانتقالات الخارجية بتحتوي على إيه جهاز تابلت ومايفاي عشان يعني يتم توصيله على طول بنظام التوثيق المركزي ها بش حاجة بتتعطل على الإطلاق وبعدين فيها برينتر بورتبل كده طابعة محمولة تقبع التوكيل والنموذج ومؤمنة ولا يمكن التلاعب بوثائقها على الإطلاق فلا تقلق عزيزي المواطن بصمة إلكترونية بدلا من البصمة بتاعت زمان حبره ونقعد نمسح في أدينا مفيش كله إلكتروني طيب تماتيكي تماتيكي على رأي عد الإمام ربنا يا رب دينه الصح جهاز ماسح ضوئي محمول سكانر تحط عليه المستندات والمرفقات وميد فوق تمام بقت الحاجة موجودة ومتوصلة بالمايفاي بقى هنا على النظام المركزي فور طيب غير هذه الحقيبة المتنقلة شهر العقاري المتنقل عن طريق حقيبة في واحد تاني بقى سيارة متنقلة 21 فرع توسيق بالسيارات المتنقلة مجهزة بأحدث المعدات اللي تقدم لك الخدمة زيها زي الشنطة دي كده كويس؟ حلو جدا طيب تعال بقى نشوف في ديسمبر 21 إيه اللي حصل توقيع مذكرة تفاهم مع التحاد بنوك مصر وبنك مصر بالتحديد لتفعيل منظومة تقديم بعض من الخدمات المتعلقة بمصلحة الشهر العقاري والتوسيق الإلكتروني على سبيل المثال مثلا الاستعلام عن صرايان التوكلات والحصول على عقد مشهر أو شهادات التصرفات العقارية سداد هذه الخدمات بالوسائل والخدمات الإلكترونية في يناير عشرين اتنين وعشرين يعني بعد هذا التاريخ بشهر واحد توقيع بروتوكول لتقديم خدمات التوسيق في عشرين منفذ لشركة اتصالات مصر يلا بينا اللي بعده صفحة رقم خمسة حلو جدا اللي حصل بص بقى التوزيعات دي الخريطة عفندم قدام حضرتك عزيزي المواطنة عزيزاتي المواطنة لازم تبقى فهم حاجة مهمة جدا الموظف العام خدم الشعب الحكومة تخدم الشعب فعلى الشعب أن يستغل هذه الخدمات الخدمات عن بكرة أبيها أرجوك استخدم الخدمات الإلكترونية أرجوك استخدم الخدمات المميكانة أرجوك استخدم كل ما يمكن استخدامه ليه؟ الدولة صرفت كل الفلوس دي عشان تسهلها عليك ما تجيش انت تصعبها على نفسك وتبقى مصمم ومنشف دماغك عشان انت شاكك أو انت من المدرسة القديمة لا 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 أصلاً ممكن لما أعملها عن طريق الحقيقة المتنقلة ولا السيارة المتنقلة يبقى مش هتتسجل مركزياً في الشهر العقاري لأنا أخب بعضي وانزل فالله هيحصل تكدس وانت اللي هتتعطل بالمناسبة أمش بقولك أصلاحنا هنبقى دفعنا الفلوس هنبقى واحنا دي أنا وانت بسألك أبعد من كده انت عايز تضيع وقتك ليه؟ وضيع وقت غيرك ليه؟ استخدم الخدمات الموجودة كلها بص بقى فيه قد إيه؟ يعني اسكندرية فيها 31 فرع القاهرة بطبيعة الحال 74 فرع هتفوز بنصيب الأسد أولا لأنها الأعلى كثافة يعني مش الأكثر التساعة من حيث الرقعة الجغرافية الودي جديدة أكبر طبعا أكبر بحفظات جمهورة مصر العربية بس الأعلى كثافة القاهرة 74 فرع الأليوبية 10 اسكندرية 31 أنا عمل باخد كده إيه؟ يعني بشكل عشواء اللي عيني بتيجي عليه جنوب سيناء فرعين شمال سيناء 3 فروع برسعيد 6 يا أخي أنا بحثت بتوع برسعيد أول عندهم تأمين صحي وعندهم فروع عندهم كل حاجة بس حاسد جيد غبطة يعني طيب تعالى ناخد اللي بعده آخر سلايد يا أولاد 6 على 6 طيب أهمية التسجيل العقاري هو ده بقى مهم جدا أهمية التسجيل وضمان عدم التلاعب بالالتزام والمحررات في حاجة مهمة كل هذه الوثائق أصبحت مؤمنة بشكل كامل إلكترونيا وبطريقة زكية بص الأهمية أنه أنت أولا طبعا بتضمن الملكية بتاعت حضرتك خلاص أنت كده ضامن 100% بالمناسبة كل الحاجات دي إلكتروني إلكتروني يعني مفيش حد بيكتب حاجات بإديفة تبقى مستصعب قرائتها أو في خطأ ما أو أصلي مش عارفين أو يحصل خلط إطلاقا كل الحاجات برينتد زي دي زي ما أنت شايفها كده أنا بس الطريقة كلها برينتر ماشي كويس قوي ومؤمنة زي ما بيقولك بأعلى وسائل الحماية فمفيش حد هيعرف بعد كده يجي قولك لا دي بتاعتي لا نعمل نزاع خلاص أنت سجلت أنت كده ضامن أموالك ضامن ملكيتك ضامن استثمارك ضامن عرقك وشآك دي حاجة إحنا في عندنا 85% من العقارات يا جماعة اللي في مصر غير مسجلة عانف يعني 85% من ثروتنا العقارية غير مسجلة يعني 85% قابلة للإعتداء تتسرق يعني أنا لو عندي بيت مش مسجله ممكن يتخطف مني مش مسجله ده هبصت هالك أنت سائق عربية ولا رخصتها ولا عملت أي حاجة وكل سنة وانت طيب كده وشكرا أي حد في الدنيا ممكن ييجي أخدها من تحت البيت ما هي عربية لا متسجلة ولا موجودة في المرور ولا لهاوى وما لهاش نمر مش أي حد ييجي أخدها من تحت البيت ولا إيه هو العقار كده 85% مش مسجل فبنقولك بعد إذنك سجل طيب لما أنا بسجل بمانط ملكيتي ومش بس كده أنا كده عاد عمل بقلل المنازعات القضائية طب أنا لما بقلل المنازعات القضائية أنا كمواطن يعني هتيجي تقول لي طب أنا هتفرق معايا في إيه أقول لك هتفرق معايا كتير بعد الشر بعد الشر إذا كنت أنت محتاج أنك تتجه إلى أمر ما قضائي فأنت عارف ده من نوع نقول إيه لأنه يا جماعة قضاءات مصر عندهم زحمة قضايا قد كده المحاكم مليان عن بكرة أبيها بالقضايا فأنت متخيل أنه لما يبقى في 85% مش مسجلية وهفترض أنه عشرهم يا سيدي عليهم نزاع قضائي شوف أنت زحمت المحكمة بقد إيه طيب لأ أنا مش عايز بقى كل هذه النزاعات القضائية أنا عايز أن أنا أقلل حجم المنازعات القضائية على ملكيات العقارات عن طريق التسجيل مش بس كده هو أنا النهاردة مثلا تعالي ناخده برضو حاجة بسيطة خالص فلان الفلاني راح اشترى لمراته بنته والدته حتة دهب ظريفة جميلة كده تعبان من بتوع الزمان فاكرا أنت التعبان ده مهم كان شاخله لطيف والله مش عارف ما بقاش مدة تانية لي المهم يا بس معاكش فاتورة وروح تبعته إيه اللي هيحصل أجلب لك آه مالوش فاتورة ده حبيبي طب استنى كده ويقعد يعمل الاختبارات بتاعتي هو حلو كويس جميل بس مالوش فاتورة هنقالل السعر شوي نفس القصة في العقار العقار اللي مش مسجل سعره أقل العقار المسجل مضمون عليه الدمغة سعره زبط انت المستفيد طيب زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية ليه لأن أنا النهاردة لما يبقى فيه عندي معدلات التسجيل تقعد تزيد شيئا فشيئا رويدا رويدا لحد ما وصلنا أنا بقى سجلت كل حاجة موجودة في مصر وبالتالي ما يتم إنشاؤه وحدة وحدة هو كمان هيخش بقى خلاص كده في قاطرة التسجيل إيه اللي بيحصل أنا كده بشجع على المزيد من الاستثمار العقاري في مصر سواء إذا كان الاستثمار المحلي بييجي يوسف واصحابه يلا ما تيجي نعمل مثلا افترضنا ربنا فتحها علينا ما تيجوا نعمل شركة للاستثمار العقاري أنا كده خلاص متأمن 100% أنا عارف إنه أنا بشتغل والحاجة بتاعتي بتتباع وبتتسجل وميتفل الحياة الناس لما بتشتري الحاجة وتلاقيها مضمونة فبتقبل أكتر على ذلك طب ده يوسف ده رجل مواطن مصري طب تعالى نشوف المواطن الأجنب يقبل أكتر لأنه أصبح فيه عنده منظومة قانونية شديدة في الوضوح العقار في مصر والله بيحصل واحدين ثلاثة أربعة بيتم التكلفة كذا حجم ما بيعب تبقى كذا حجم الإقبال على الشرع كذا حجم النمو في السعر كذا طب حجم النمو ده آه لا ده زيت في مصر إيه اللي حصل أسعار العقارات عمالي بتتزايد ليه لإيه لأنه أصبح فيه موسوقية في ذلك كل ده إزاي لما بيجي يسجلوا ده هنا الحفاظ على حق الدولة بالمناسبة في عمليات السوق العقاري زي ضريبة التصرفات العقارية طالما سجل هيجي بعد كده خلاص أنا جاء دولة أقول يا جماعة الحاجات دي ما تسجلها عندنا فأنا عندي ضريبة التصرفات العقارية حجمها عند كده فأنا أعرف حتى كمان في موزنتي أنا كدولة أنا معايا إيه أنا ليه إيه لما يبقى فيه تصرفات عقارية حاجة والضريبة العقارية حاجة لما نيجي نقول والله أنا دلوقتي مثلا ده معاد دفع الضريبة العقارية بتاع البيت ده خلاص أنا كدولة البيت ده متسجل أنا شايفه عارف تقييمه الفعلي الحقيقي في السوق بتتعامل المعادلة اللي بتعملها الضريبة العقارية تمام يبقى البيت ده الشرقة دي الأرض دي إلخ إلخ عليه المبلغ ده كويس خالص حصيلة الرسوم بيتعامل بيها إيه يعني وبالمناسبة ده أسهل سؤال في الدنيا وأغرب سؤال بيتسئل يعني يقولك هو الرسوم دي بيتعامل بيها إيه ما هو أسهل سؤال الرسوم دي بيتعامل بيها مشروعات يعني كل الرسوم اللي في الدنيا الرسوم اللي في الدنيا احنا في مصر على سبيل المثال احنا بنعمل إيه بالرسوم يا طرعا طرعا طبيعي باخد جزء اقول اه والله ده انا عاوز اعمل حياة كريمة ده لانه ده برنامج تنموي هو الاكبر على مستوى العالم ويحتاج الى تكلفة والله ده انا بشتغل عندي مشروع اسمه الضبعة على اتنين وربع مليون فدان يعني ده الوحده دلتة جديدة فده محتاج تكلفة والله ده انا بعمل عملية تبطين للطرع والله ده انا عايز اعمل نظام ري وصرف عالي المستوى رفيع المستوى عشان نروح اشتغل على الدلتة الجديدة والله ده نعمل محطة رفع بحر البقر اللي هي محطة المعالجة بتاعة رفع بحر البقر بمزمة دي اكبر محطة على مستوى العالم للمعالجة بتاعة الماي اللي هيتعامل في الضبعة والدلتة الجديدة هتبقى اكبر من بتاعة بحر البقر فاصبحت بتنافس نفسك في المشروعات انا مش بقى اكبر ترك خيل مثلا مشروعات اكله وشربه وبنى وانتاج وفلوس واستثمار وما الى ذلك وبالتالي الحصيلة يا جماعة بتاعة اي ضريبة بتاعة اي رسم بتاعة اي شيء هي رجعالك 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 علشان نعمل المستشفى رجعالك علشان نعمل المدرسة رجعالك علشان نعمل الجامعة رجعالك علشان نرصف الطريق علشان ننور اللمض المظلمة علشان نوصل الكهرباء لكل بيت في مصر علشان يبقى فيه مية حلوة في كل بيت في مصر مية عزبة نظيفة حقنا عشان يبقى فيه صرف صحي في كل بيت في مصر حق إيه ولا إيه أظن إنه اللي تعمل في الشهر العقاري الحقيقة في هذه اللائحة التنفيذية الجديدة وفي إطار هذا القانون الحقيقة رائع هيفرق معانا كتير خد بالك هيجي في وقت بيحصل إيه بقى عشان بيستبقى فاهم برضو معلش قبل الفصل هتة صغيرة كده في حاجة اسمها الثروة العقارية لكل بلد أنا النهاردة عشان أقدر الثروة العقارية بتاعت مصر هعمل إيه أقول لك أنا بكتيري قبل اللايحة التنفيذية والقانون ده هقدر أقيم الثروة العقارية مثلا في إطار العاصمة الإدارية الجديدة المنصورة الجديدة العالمين وهكذا الحاجات الكبيرة اللي تعملت خل السبعة ثمان سنين اللي فاتوا زائد إنه المشروعات اللي تعملت في إطار المجتمعات العمرانية زائد العمرات المشاريع الكبيرة يتعمل ستة أكتوبر الشخ زائد التجمع الخامس إلخ 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 على مستوى الجمهورية ليه؟ لأن ده اللي أنا عارفه ده اللي أنا شايفه كدولة أنا اللي منحت قررت التخصيص بتاعت الأرض دي وأنا اللي عملت كذا وأنا اللي عملت كذا فأقدر أقدر ده طب السؤال هو وهل كده أبقى أنا عرفت حجم ثروة العقارية في مصر؟ لأ عشان 85% مش متسجل طب هيفيدنا بإيه لما نعرف إنه بقيت 85% كلهم متسجلوا إن أنا عرفت الثروة العقارية بتاعتي ولما أعرف الثروة العقارية بتاعتي أنا راح أحسب حجم النموة بتاعها وحجم النموة بتاعها هذا بيشدلي استثمارات من بارا استثمارات يعني فلوس لنا كلنا حد عايز فلوس ها سجل للعقار